وده خبر حصري على شاشة قناة الاهلي الجولة الاولى لدوري ابطال افريقيا تم تحددها بشكل رسمي الاهلي سيستضيف استاد ابيتجان على استاد القاهرة الدولي يوم 26 نوفمبر الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة ومن المفارقات الغريبة اهو قدامكم على شاشة مصدر بالكاف 26 نوفمبر موعدة لمباراة الاهلي واستاد ابيتجان في السادسة مساءً ومعلومة لحضراتكم كولر والجهاز الفني للنادي الاهلي لوجهة نظر ورؤية ان كل مباراة الاهلي هنا في القاهرة تتلعب الساعة 6 تتلعب الساعة 6 بس الجولة الاولى فيها موقف صعب شوية الجولة الاولى لدوري ابطال كلها تتلعب في يوم واحد يوم 26 نوفمبر يوم الثلاثة لان الكونفيدرالية تتلعب الاربع 27 نوفمبر في يوم واحد برضو طب الاهلي هيلعب ستة برامتز هيلعب امتى؟ للأسف برامتز برضو في مباراته مع سجرادة الانجولي على ستاة 30 يونيو حتى الان مباراته الساعة 6 حتى الان مباراته الساعة 6 فالجولة الاولى احنا امام مشهد ان مباراة في 30 يونيو الساعة 6 والاهلي واستاد ابيتجان في ستاة القاهرة الساعة 6 وجهة نظر فنية الكولر عايز يلعب الساعة 6 فالاتحاد الافريقي بيسكن الموعيد وخلال الساعات القادمة مع التنصيخ مع القنوات النقلة هيتم حسم هذه الامور لكن رسميا انا بقول لكم دي الموعيد اللي تم الاتفاق عليها في الساعات الاخيرة في نفس اليوم مازينبي هيلعب مع المولدية الساعة 3 العصر وبالليل فيه ديربي وكلاسيكو ما بين الرجاء المغربي والجيش الملك المغربي الساعة التاسعة مساء دي موعيد الجولة الاولى لدوري ابطال افريقيا وانطلاقة الاهلي كحامل اللقب في دور المجموعات هتكون مع استاد ابيتجان على استاد القاهرة الدولي في الساعة السادسة مساء